اهلا بحضراتكم من جديد مستمرين في منقشة قيمة القيمة والقامة تأثير القيمة على القامة وتأثير القامة في القيمة الاهلي قامته كبيرة القامة التاريخية بتاعته الامج بتاعه القيمة التسوقية بتاعته ايه تأثير ده على حقوق الاهلي التسوقية دي هنتكلم فيها باستفادة لانه بكرا ان شاء الله تعالى بيعلن الاهلي رسميا عن طرح او طرح كرسط الشروط في مزايدة كبيرة لحقوق الرعاية وحقوق البس فدي هنتعرض لها بالتفصيل اللي يسعد كل الاهلوية ان شاء الله الاهلي عنده طموح يوصل للمسألة بحضر قامة كبيرة طالما تحدثنا عن قيمة القامة ممكن نبارك للسفير احمد القطان الصديق العزيز الاهلاو اللي متربي معنا في النادي الاهلي الوسام والتكريم الذي يستحقه والذي يعني جاء تتويجا لعلاقة مع مصر والمصريين كانت رائعة واعتقد انه يستحق هذا التكريم فله منا كل التهنئة تم تعيينه او تم تكليفه بوزارة المملكة للشؤون الافريقية نتمنى له للمعالي وزير احمد قطان كل التوفيق في حقيبة الوزارية الجديدة ان شاء الله الاهلي بمناسبة بقى السعودية لكنه في الامارات هذه الرحلة المبهجة جدا اللي قام بيها الاهلي للفجيرة اللي شارك فيها نادي الفجيرة احتفالاته بمرور خمسين سنة على تأسيسه شايفين حضراتكم لقطات من هذه المباراة اللي الاهلي سافرها بدون كل هؤلاء اللاعبين الدوليين والاولمبيين والاجانب وسافر بعدد قليل قادهم حسام غالي لهذا العرض الشيق جدا اللي اسعد كل الاهلوية واللي خلى اسطورة الكرة التاريخية ديجو ارماندو ماردونا يتكلم على الاهل باعجاب وثناء شديد هنتعرض له ان شاء الله على النهاردة في اللي حصل لكن عايز اقول لكم ممكن اه نتوقف ثاني بس لان انت انت بتتكلم على القيمة وعلى مدى ثقة الناس في منطقة الخليج تحديدا في نادي الاهل نادي الفجيرة كان بيتكلم من شاء من يوم ما كنا في السعودية اه في مباراة اعتزال تكريم فؤاد انورد اه فؤاد الانورد او تكريمه تاني يوم تلقيت المكالمات وابتدت مسألة ان الفجيرة عايز الاهل في اه احتفالية الخمسين سنة بتاعته طيب اه الخوف ساعتها ان ما لقيش وقت علشان اه الماتش يتلعب فبمجرد ما الاهلي قال مفيش وقت في زحام طب ما نلعبه في فطر التوقف بتاعت المنتخب يا جماعة احنا مش حيبه معنا اللعيبة الدولية مفيش مشكلة ده الاهلي طب مش حيكون معنا اللعيبة بتوع المنتخب الالومبي مفيش مشكلة ده الاهلي طبعا من الاول اللعيبة لجانب الدولين الاربعة بس ده الاهلي هذه الثقة وهذا الاصرار على نيازه بالاهلي ها خلى الاهلي نفسه عنده استعداد كمان انه يشارك بمجاملة محسوبة اي اه في هذه المناسبة واعتقد لم يخب ظن لا الفجيرة ولا الامارات ولا النادي الاهلي اه ولا مشجيع النادي الاهلي في كل مكان فكانت هذه المجموعة من اللاعبين الستاشر تريبا او السبعتاشر لعب بخيادة حسام غالي اللي سافروا للفجيرة عشان يعملوا هذا العرض الشيق جدا بص الجون ده بص الجون ده وزكاء بتاعت اسلام محارب فيه لو حسام غالي ما شاء الله يعني حسام طبعا حديث عن حسام لا طبعا انا حقولك حاجة لقطة محدش خات باله منها في الجون الرابعة اما ييجي شوفوا نص الملعب كيف تسلم كابتن حسام الكرة بصدره وهو بيلف عشان يرقص الاتنين اللي جنبه من غير ما عايزك تشوفها ما يعيج الجون الرابعة لا عايزينهم عايزينهم الاول يا شباب عايزينهم الاول لان ده برضو جون جميل اول بس عايزيني شوفوا الكرة من الاول لو تقدروا تجبوها لنا ساعة ما كابتن حسام استلقوا يا ابني من الاول يا حبيبي اللي هو الجون ده ولا الضبل كيك هو ده لا الضبل كيك دي خلاص هو خط خرار الضبل كيك دي عملت المشكلة مع الواد محمد ابني اه استنى من ساعتها وكون يوم يا ابني من الاول وحسام بالسلم اه طيب ما تستعجلش ما تعدش تاني اه الا لما تجيبوا الكرة دي هو واقفوا وسط اتنين وضهروا للملعب المنافس اه وهم حواليه اه رحوا خدب ضهروا بسدروا ولافف اه فبقوا براه زقاها زقا ورحمة بصيحة كرة فيها ابداع لا معلم مجلة الاهلي في عدد خاص او عدد موجود في السوق من النهاردة احتفالا او تغطية لكل هذه الاحداث بتفاصيل دقيقة جدا قالت وتتولى الفرحة والانتصارات بطل الدوري سفير السعادة بالامارات انا وصوت منك في حاجة انك عملت بنصيحتي ابتدت تحط الاهلي على خريطة البرنامج فليه الاعداد مش انا اه يعني لو حد تشكره مهمة بطل الدوري سفير السعادة بالامارات وحديث عن كل هذه البطولات المبهجة للاهل وجماهيره سواء في الكرة الطائرة رجال او سيدات البطولة الافريقية اللي شغالة دلوقتي حسم الاهل اللي بطولة الدوري ثم كألم مهم وحوارات للعبين عن طبيعة المرحلة اللي جاية الاخبار بعد هذه الرحلة للاهل في الفجيرة قالت محارب الهاتريك يقود الاهل لفوز ودي على الفجيرة 4-1 البادر يتفوق على الاسطورة مارادونا وهدف غال للكابيتانو يعني مارادونا راح في الرجلين ليه المساء قالت البادر يضرب مارادونا بربعية محارب وغالي الاهل احتفل باليوبيل الفضل لنادي الفجيرة واستطى 3 عصفير بالفوز الكبير الاهرام المساء الاهل يدك فرقة مارادونا بربعية محارب يسجل ثلاث مرات في احتفالية الفجيرة وغالي يقود شبابا بهدف عالمي يعود شبابا بهدف عالمي فيه سرعة بديهة يعني رئيس الفجيرة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ليه الاهلي في الاحتفالية وهنا عايز اقول حاجة لانه الكلام على حجم الشعبية واصل الزمالك في الخليج شعبيته اكتر من الاهلي ومعرفش ايه السند و ايه الدليل اصلا فيه مدربين كتير من نادي الزمالك دربوا في الخليج طب ما فيه مدربين كتير جدا في البداية انا معاهم في البداية خالص في الستينات والسبعينات اه اول ناس راح اتمرنت وعملت علاقات وكابتن زك عثمان وكابتن اعتقد ابرجيلا وناس كي وعصان بهيج اه في الفترة دي وكابتن الوحش والشيخ طه وكابتن محمود القاري بش هما كانوا كانوا سبقوا وعملوا علاقاته الصدقات في البداية لما كان التشجيع كله الف ولا الف وخمس ومية واحد طيب لكن مع مع لا ده الاهلي بيتحرك لوحده بقى يعني دايما ما هي دي بقى القيمة والقامة قامة الاهلي في الخليج تعبر عنه قيمته التسوقية في مثل هذه الموريات لا دي لأ سوبيها بيتحرك لوحده مش انه ما فيش منافس بيتحرك بواحده بقيمته بقيمته يعني هو بدأ يتحرك بقيمته طيب اه